أصداء الحرب بين إسرائيل وغزة يصل مداها إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي فتفرد قوانين وتتخذ إجراءات خاصة بها شركة ميتا التي يتبع لها فيسبوك وتطبيق واتساب وإنستغرام حذفت قبل أيام أكثر من سبعمائة وخمسة وتسعين ألف منشور باللغتين العربية والعبرية تتعلق بالحرب ووصفتها بغير القانونية الخوارزميات الخاصة بفيسبوك تطارد المحتوى الذي ترد فيه كلمات حماس وإسرائيل وغزة فيحيلها إلى الحذف التلقائي إضافة لأي منشور مؤيد لهجوم حماس على إسرائيل وعلى قائمة المعنيين بالحرب تطبيق تيك توك الذي أمهله المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي 24 ساعة لتوضيح تدابيره لمكافحة المعلومات المضللة بشأن الحرب التطبيق المملوك لشركة صينية أعلن تخصيص موارد وموظفين لمكافحة النشر الكراهية والمعلومات المضللة بشأن الحرب كما شملت إجراءاته تحسين الأنظمة الآلية لإزالة المحتوى الصادم والعنيف وإضافة مزيد من مديري المحتوى الناطقين باللغتين العربية والعبرية منصة إكس المملوكة للبلياردير إيلون ماسك والمعروفة بتويتر سابقاً لم تكن بمعزل هي الأخرى عن تلك المجريات فتح المفوض الأوروبي تغيب أوتون تحقيقاً معها بشأن الأمر ذاته وفيما تتخذ منصات التواصل الاجتماعي قواعدة لوقف ما سمته خطاب الكراهية وتدفق المعلومات المضللة تغيب قواعد الحرب في ميدان الاقتتال بين إسرائيل وحماس يقول المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر